قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدكران إن 141 شهيد و380 مصاب وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد وأوضح الدكران أن المستشفى لا يمكنه استعاب العدد الكبير من المصابين لفتاً إلى أن المستشفى يعاني نقصاً شديداً في المستلزمات الطبية والكوادر وفي اليوم الرابع والأربعين بعد المائتين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36 654 شهيداً و83 309 مصابين منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي